السلام عليكم أصدقائي معكم دونقرات أسهل وأسرع الوصفات النهاردة هنتعرف على نبتة أو عشبة معجزة رائعة جدا لإنبات الشعر وإصلاحه من دكتور متخصص وكمان وصفة جميلة جدا لشيب الشعر هتعجبكم جدا لما تجربوها هتشوفوا الفرق واسبكم مع الفيديو ان شاء الله يعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ما تنسوش تفعل الجرس عشان يوصلكوا كل يوم أفكارنا الجديدة ووصفتنا السهلة والسريعة السلام عليكم عاملين الأخبار إزاي تعالج شعرك من التقصف والتساقط بخمسة جنبس جات للمسج داي من بين فرحة أقرب مش قادرة تعتني بشعرها عشان طبعا مصاريف العلم بيقدملك هدية البحث اللي نزل قدامكو تكلم على دور نبات الروزماري في إنبات الشعر ومنع التساقط والبحث اللي قدامكو بيتكلم أن الروزماري بيساوي في قوته أقوى دوا في العالم لإنبات الشعر هو المينوكسديل الروزماري جايب نتائج قوية جدا حالات التساقط الطبيعي وكمان التساقط الورسي أهم حاجة هنحضره إزاي كما أنتو شايفين هنجيب كمية من الروزماري أو إكليل الجبل هنحطوهم في اللتر مية وحنسيبهم يغلوا مع بعض في درجة حرارة ضعيفة جدا لمدة من نصف ساعة لخمسة وثلاثين ديئة والإناء اللي الروزماري بيغلي فيه لازم يكون مقفول عشان أي زيود طيارة ما نفقدهاش نسيبه يبرد ونصفي المية نسيبها في التلاجة لمدة 24 ساعة بعد كان نستخدمها طبعا أكيد هنحطها على فروة الرأس ونعمل تدليج كويس جدا عشان فروة الرأس شرب المادة الفعال